تشهد انتخابات مجالس المحافظات في نينوى والأنبار إقبالاً شديداً منذ الساعة السابعة صباحاً بتوقيت العراق أكثر من مليون وثمانمائة ألف ناخب مسجلون في نينوى ونحو ثمانمائة وخمسين ألف آخرين مسجلون في الأنبار محافظتان نينوى والأنبار تأجلت فيهما لانتخابات المحلية منذ شهر نيسان أبريل الماضي لدواع قالت الحكومة إنها أمنية آنذاك بينما جرت الانتخابات يومها في اثنتين عشرة محافظة أخرى والانتخابات في هاتين المحافظتان تختلف من حيث الطبيعة كل الانتخابات اللي جرس في مجالس المحافظات الأخرى في العراق في الأنبار كما قالت تقريركم هناك صراع سن سني ومجتمع عشائر وبالتالي خمسة كتل كبيرة تتصارع فيما بينها بضراوة وبقساوة من أجل الفوز في هذه الانتخابات لذلك ستم التحشيد بحضور شعبي كبير مع خرق أمني واضح في الأنين هو يختلف المشهد هناك صراع سني شيعي كردي على المكونات وبالتالي أيضا حضور كبير مع خلل أمني كبير وعمليات اختيالات في هذا اليوم كان هناك تفجيرات وعمليات ضرب بالهاوانات وعمليات اختيالات بعبوات ناسفة كلها لم تؤثر على هذا المشهد سيكون الحضور كبيرا جدا وتأتي هذه الانتخابات في ذل انتقادات كبيرة يواجهها رئيس الوزراء نوري المالكي من الطيارات السنية وتعتبر انتخابات مجالس المحافظات كمقياس لشعبية المالكي الذي يتهمه خصومه بالعمل على توطيد سلطته قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة العام المقبل ويذكر أن مجالس المحافظات هي المسؤولة عن ترشيح المحافظين وقادة الشرطة كما تتولى القضايا المالية ومشاريع إعادة الإعمار ذات التأثير الخدمي المحلي جاد خليل بي بي سي اشتركوا في القناة